الآن عندنا مطالب شرائية نتقلبوا بها الحكومة ليس حكومة إلا حكومة هي لكن لأنه عسى ينوضوا للناس اللي فقاها عندهم ضمير ينوضوا ويتحركوا لمطالب الشباب شن تبو يا محمد من الحكومة؟ بالنسبة للمطالب كعناك مطالبينها الشخصية نبدوه على ليبيا بالكامل فأنتك نتكلمه على ليبيا بالكامل نتكلموهش لقزر الزاية ولا على طرابلس طبعا هنا دولة نفطية ومعروفة عن تكيف ما عندناش كعرباء يقطع لنا بالستة وبالسبع ساعات ويطلع للأسف ويسدولة يقول لك والله سنعمل على تعديل فطاح الأعمال والإحمال تمام؟ طبعا قصدي هذا مطالب شراء نحن نبقى كعرباء كأي دولة تانية غنية بالنفط ثانية حاجة نبقى حقوقنا حقوقنا اللي وكيتها الدولة بالكامل شباب أجروحة مصابة في حروب من يدفها له لتفرج عليها ناس أطالت يتموا هنا تحتية سفر يحربوا بيكم يحربوا بيكم وبعد ما تتم الحرب يلوحوكم هذا هو حتى يلوحونا احنا لا تتموتوا لأكل العائلة اللي مخلوها لرأي بمي اخواتي زوجك بنتي يبقى ما بيقف عليهم هل بعد ما موت هانية بيجوم وبيقف عليهم مستحيلة تباب اختارة البحر ومشيط اللي يجرى قصدي من يدعر حتى برنامج يقفهم ولا يخدمهم لكن بشارة نلقى رئيس وزارة ولا رئيس الدولة يخدم لحل حلات هذه المواضية مشهود على سبع سنين نفس القصة كل سنة قصدي نجد يتفرج بميقف عليك بخامسة بستة بلعشة ساعات تنين مناطق التانية يعني انت يعني انت ضد ضد ان الزاوية تاخذ احمال اقل من اي مدينة تانية تمام مين قالك اصم هالزاوية مداخدش احمال من الزيت تاني شؤال شؤال سوال انا بيا نفهم انا بيا نفهم عقليتك بس يرتيمي بس انت مع او ضد هذا الكلام لا لا ضد ضد هل يرضيك ان ترابلس والزاوية وبنغازي ومصراتة والزنتان والجبل وكل المدن هذه ياخدوا البنزينة بخمستاشر قرش وأهلك في الجنوب ياخدوه بأربعة دينار هل هذا يرضي أهلنا في الشمال ولا غلط لا لا يرضي ناش حتى مطالبنا كانت في الزاورة لافتة ما احنا مأخوتنا الجنوب ضروح حقوق أهل الجنوب بالكامل تتوفر وقود غاز سيولة كل شيء فلمدينة الزاورة الحمد لله الشباب كلها لتحمدها بعضا وكانوا راقين جدا جدا الحقيقة الحقيقة حتى الشباب يشط 100 وششت لمية طول المافق وما راتول ما كنتوش رحتاجين حتى حد هو غير صحيح بكل تقريبا آخر حرب حضرتها الزاورة 2016 لا لا مش حرب مش حرب قضائق لا 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 أنا ما ليسي أنا صغير نمشي لداخل الزاورة وزوي الحمد لله والشباب كلها تدور وتمشي للزاورة بالكامل ما فيش فتنة الحمد لله لهذه اللحظة الزاورة ولما طلعنا طلعين لليبيا فقط وكل التوجهات فينا والشباب وكل طيف في المدينة وزميع القبائل موجودة خاصة الميدان والحمد لله للآن ما فيش واحد حال حقيقة وقتلقها لنا والحقيقة وصلنا حتى مع الشرطة والشرطة قالوا احنا معاكم وحقيقة الشرطة في شئ خدمة الشعب وكلها واضفة معان قضي الشعب فاج ياسر ياسر مرقاد نشبع فيه من الشعب الشباب وكلها تموت حاشاك جايتنا طبعا جاينة شتينت طبعا والديدة تعرف جاينة شتينت تشبع الطرق وكلها مسكرة وحاشاك الصرف الصحي كيف يطلع المواطن وما فيش حول أصلا وما فيش بادي لأنهم يحلاها الشباب كلها هذي فايق المواطن من الفئات التي كانت موجودة معاكم في المظاهرة اليوم نساء كبار سن صغار من الأغلب الأغلبية لا 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 النساء حقيقة معناش لكن الشباب كبار صغار طالعين